بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد حياكم الله أيها الأحب الكرام طلاب الصف العاشر في مراجعة مجال العقيدة الإسلامية أهداف درسنا بمشيئة الله تعالى يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بدرس أحوال الناس يوم القيامة وحقيقة الشفاعة والذي يندرج ضمن مجال العقيدة الإسلامية ننتقل عزيز الطالب إلى أهداف درسنا بالتفصيل بمشيئة الله تعالى الهدف الأول أن يعدد الطالب أحوال الناس يوم القيامة الهدف الثاني أن يذكر الطالب أحوال المؤمنين والكافرين يوم القيامة الهدف الثالث أن يعرف الطالب الشفاعة يوم القيامة الهدف الرابع أن يعدد الطالب أقسام الشفاعة يوم القيامة عزيز الطالب لتحقيق أهداف درسنا نبدأ بطرح الأسئلة التالية السؤال الأول يتعلق بأقسام الناس يوم القيامة وهو عدد أقسام الناس يوم القيامة أحسنت أقسام الناس يوم القيامة قسمان مؤمنون وكافرون السؤال الثاني يتعلق بأحوال المؤمنين يوم القيامة السؤال يقول عدد أقسام المؤمنين يوم القيامة أحسنت المؤمنون يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين القسم الأول مؤمنون أتقياء والقسم الثاني مؤمنون عصا إذن نعيد ونكرر السؤال الأول عدد أقسام الناس يوم القيامة فنقول الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين مؤمنون وكافرون السؤال الثاني عدد أقسام المؤمنين يوم القيامة فنقول المؤمنون يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين أيضا مؤمنون أتقياء ومؤمنون عصا حال المؤمنين الأتقياء والمؤمنين العصا يوم القيامة السؤال الثالث يقول قارن بين حال كل من المؤمنين الأتقياء والمؤمنين العصاة يوم القيامة بارك الله فيك المؤمنون الأتقياء مصيرهم يوم القيامة أولا تتنزل عليهم الرحمة وتأتيهم البشرى ثانيا الأمن من أهوال الفزع الأكبر ثالثا الخلود في الجنة أما المؤمنون العصاة فمصيرهم يوم القيامة تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم يدخلون الجنة بعد ذلك أحوال الكافرين يوم القيامة ومع السؤال الرابع السؤال يقول أذكر أحوال الكافرين يوم القيامة أحسنت أحوال الكافرين يوم القيامة أولا أنهم يدعون على أنفسهم بالويل عند خروجهم من القبور ثانيا تغشاهم ثالثا تسود وجوههم خزيا والعياذ بالله مما فعلوا رابعا تحبط أعمالهم خامسا يخلدون في النار نسأل الله السلامة والعافية إذن أحوال الكافرين يوم القيامة واحد يدعون على أنفسهم بالويل عند خروجهم من القبور اثنين تغشاهم ذلة من عذاب الله تعالى ثلاثة تسود وجوههم خزيا مما فعلوا أربعة تحبط أعمالهم خمسة يخلدون في النار نسأل الله السلامة والعافية ننتقل عزيز الطالب إلى مفهوم الشفاعة يوم القيامة ومع السؤال الخامس السؤال يقول عرف الشفاعة يوم القيامة أحسنت الشفاعة هي التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضر إذن الشفاعة هي التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضر بارك الله فيكم ننتقل عزيز الطالب إلى السؤال السادس السؤال يقول عدد أقسام الشفاعة يوم القيامة بارك الله بك نقول الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين القسم الأول الشفاعة العظمى والقسم الثاني الشفاعة العامة إذن تنقسم الشفاعة يوم القيامة إلى قسمين القسم الأول الشفاعة العظمى والشفاعة العامة الشفاعة العظمى هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر لينصرف الناس من زحام المحشر وشدائده إلى الحساب والجزاء وتكون هذه الشفاعة لجميع الخلائق إذن الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر وذلك أنها تكون لجميع الخلائق لكي ينصرف الناس من زحام المحشر وأرض المحشر وشدائده إلى الحساب والجزاء أما الشفاعة العامة فلها عدة أنواع فلها عدة أنواع من أنواعها أولا الشفاعة لقوم من أهل الجنة لرفع درجاتهم النوع الثاني الشفاعة في إخراج عصات المؤمنين من النار الشفاعة في إخراج عصات المؤمنين من النار النوع الثالث الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وهذه الشفاعة يا أحبة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل قد يشفع الملائكة عليهم السلام والنبيون عليهم السلام والشهداء والمؤمنون وقد يشفع كذلك للمرء أعماله الصالحة وقد يشفع كذلك للمرء أعماله الصالحة إذن الشفاعة العامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم للنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر منها عليه الصلاة والسلام لكن ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم بل الشفاعة التي تختص به عليه الصلاة والسلام إنما هي الشفاعة العظمى نلخص ما ذكرناه الآن قبل قليل أن الشفاعة تنقسم لا قسمين القسم الأول هي الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني هي الشفاعة العامة وهي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل قد يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والمؤمنون وقد يشفع للمرء أعماله ولها عدة أنواع هذه الشفاعة العامة كما ذكرنا منها الشفاعة لقوم من أهل الجنة لرفع درجاتهم والشفاعة في إخراج عصات المؤمنين من النار وكذلك الشفاعة في من استحق النار بأن لا يدخلها ننتقل عزيز الطالب إلى شروط الشفاعة يوم القيامة ومع السؤال السابع السؤال يقول عدد شروط الشفاعة يوم القيامة أحسنت بارك الله فيك يشترط لحصول الشفاعة يوم القيامة شرطان الشرط الأول إذن الله للشافع في أن يشفع الشرط الثاني رضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له إذن يشترط لحصول الشفاعة يوم القيامة شرطان إذن الله عز وجل للشافع والشرط الثاني رضاه جل جلاله عن الشافع والمشفوع له سبحانه وتعالى السؤال الثامن دلل على شروط الشفاعة يوم القيامة أحسنت قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال جل جلاله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا إذن قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال جل جلاله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا نأتي عزيز الطالب إلى الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة ومع السؤال التاسع استنتج الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة من الأدلة التالية الدليل الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري ما هي الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة من خلال هذا الحديث الشريف أحسنت التوحيد والإخلاص لله عز وجل إذن التوحيد والإخلاص لله تعالى من الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة بإذن الله تعالى الدليل الثاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه رواه أحمد يا ترى ما هو العمل الذي يشفع للإنسان يوم القيامة بإذن الله عز وجل أحسنت هو قراءة القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم هو أحد الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة بإذن الله عز وجل الدليل الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعان رواه الحاكم يا ترى ما هي الأعمال الصالحة الواردة في هذا الحديث الشريف والتي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة بمشيئة الله تعالى أحسنت الصيام والقرآن الصيام والقرآن هذه إحدى الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة برحمة الله عز وجل وبإذنه جل جلاله الدليل الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري يا ترى ما هو العمل الذي يؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة الوارد في هذا الحديث الشريف بارك الله بك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمأثور بعد الأذان الدعاء بهذا الذكر المأثور بعد الأذان ألا وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فمن دعى بهذا الدعاء بعد الأذان وهو مخلص لله عز وجل فإنه يؤهل بإذن الله عز وجل لنيل شفاعة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يوم الدين بإذن الله عز وجل السؤال العاشر لخص الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة أحسنت الأعمال التي تؤهل الإنسان لنيل الشفاعة يوم القيامة هي واحد التوحيد والإخلاص لله تعالى اثنين قراءة القرآن الكريم ثالثا الصيام رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمأثور بعد الأذان ختاما عزيزي الطالب أشكرك على حسن إصغائك واستماعك وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياك شفاعة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وبرك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته